السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابنا الأبطال حياكم الله في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ وحبيبكم الأستاذ محمد النوفري صديقكم وأنا أحبكم هوايا I love you so much طيب طلبنا الأبطال خلونا نأخذ اليوم عندنا يونة أول الدرس السادس عنواننا هو التورة جولة في مركز التعلم الذاتي هذا الحشي موجود بالأكتيبيتي بوك في صفحة 14 عندنا تمرين أي يقول complete the phrases أكمل العبارات phrases for giving directions with words from the books أكمل العبارات مع إعطاء الإرشادات مع الإرشادات اللي موجودة from the books من هذا الصند يعني أنا عندي هاي الكريمات فوق أريد أن أزلها جوا وفقا للصورة بالحال الصحيح نجي رقم واحد يقول أجأي منا الولد وراح يجي يعني هو هاي الكريمات هنا راح على جهة اليمين يعني هو يساء يلو يمين أجأي منا هو جاي منا وراح على هاي الجهة راح نقول له تهيرن رايت يعني وكأنه هو يجد يمشي هاي الكريمات وراح على هاي الجهة هاي الجهة هي أيديك اليمين هاي الجهي هاي الجهي منا أجأي أضر بكبراش دي منا ماذا سيصير هذا؟ هاي ما تسرونها بعدها تيرن نجينا تيرن لفت شوف حتى انا صرت يسروا تيرن لفت اللي بعدها اجه هو الولد اي منها مباشرة قو ستريت آن قو ستريت آن يعني روح باتجاه المباشر شوفونا مش هيك انها اجي عبارات كلها تنحظر تيرن رايت تيرن رايت تيرن لفت قو ستريت يعني اجي هيت عندك ايش بعدك تمو واللي بعدها قو باست the school اذهب بالمضي يعني روح على المدرسة قو باست the school قو باست اذهب باتجاه المدرسة روح على اتجاه المدرسة قو فرو ده قيت اذهب من خلال البوابة فوت هاي الباب بوابة through يعني بداخل الشيء بداخله go through the gate gate يعني بوابة it is second يعني ثاني شيف second house on your left يعني شلون يعني انا هسا من اقول second يعني ثاني بناية ثاني بناية it is second ثاني بناية second يعني second house on your left هاي العبارات تنحفظ حبايبي وتتكرر مهمة طيب ونروح على activity book في صفحة 14 رقم ثلاثة يقول match the sentences with pictures هذا الحل مالة الصور والعبارات اللي اخذناها اللي هو هذا وين وهذا محلول هاي العبارات وهذا الحل قدامنا حلناه احنا اصلا واخذناه بالمحاضرة الماضية فهذا محلول وهذا هو الحل قدامك تقدر تكتب يمك والضبط امورك طيب نكمل اذا نكمل حبايبي نكمل الحل مالتنا ننتقل بعدها ايضا على التمرين بي ask and answer the questions اسأل واجب عن الاسئلة about التي هي بشأن about حولها او بشأن how to use the self access center يقول هاي اكو اسئلة واجوبة على الموضوع اللي كنا نحكي عنه كيف تستخدم مركز التعلم الترقائي هذا الموضوع موجود في activity book في صفحة 14 و15 انا عندي كمبيوتر احنا فهو شي يقلي how use انطاني هاي العبارات how use انطاني هذا الكمبيوتر وقال لي كون لي جملة عن هذه الكلام ومن انت كونت جملة كونت جواب من انت كون جملة كونت جواب اذا السؤال الاول محلول هو يقول could you tell me how to use the computers هل يمكنك ان تخبرني كيف استخدم الكمبيوتر كونت سؤال can you tell me هذا سؤال بطريقة غير مباشرة how can you tell me how to use the computer هم يمكنك ان تخبرني كيف استخدم الكمبيوتر طبعا احنا just type your password هذا الجواب اذا هذا هو السؤال وهذا هو الجواب just type your password بس دخل الباسورد مالتك بعدين thanks بعدين how borrow كيف تستعير الكتاب مالتك كيف تستعير كتاب can you tell me how to برابك يعني ممكن يجيك سؤال بالامتحان يعني هسا واحد يقول شون يجينا ها سؤال بالامتحان راح يقول لك how borrow ويقول لك هنا use the indirect question يعني يقول لك بين قوسين indirect question question هو اصلا 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 about how to use the self access center او يقول لك make indirect question سوي سؤال غير مباشر فانت الحالة راح يكون can you tell me how to borrow الجواب just fill out the card فقط املأ البطاقة سؤال اللي بعده where where are اين هذه الاقراص اريد اسأل اقول لك can you tell me where the DVDs or CDs are DVDs or CDs اذا تلاحظ هنا استخدمنا عبارة could you tell me بعدين اخذنا where اداة السؤال بعدين the CDs or R خلينا ال R ورا CDs لماذا؟ لان في هذا الموضوع نقدم الفاعل على الفعل المساعد لذلك خلينا ال R الفعل المساعد بالاخير لانه هذا indirect question لانه سؤال غير مباشر فهنا قاعد اسأل could you tell me يمكن ان تخبريني اين الاقراص ما لل DVD جواب on the shelf next the door على الرف بجانب الباب السؤال اللي بعده يقول وين متى وهنا open يفتح شري ديسل ردي يقول شو كنت ينفتح المركز هذا راح اقول له can you tell me هل يمكنك ان تخبرني where the self access center open حبايبة هذه الجملة المهمة يحب ذلك تحفظ هذه الجملة بالانجليزي وتتغنى بها بالبيت هل يريد اهلك يقولون هاذا شو بي تخبر يقولهم لا انا ما تخبرت انا قاعد ادرس على السادة محمد النوفري انا قوي باللغة الانجليزية احفظ الجملة اعيدا اكررها اريد اكون عندك لغة قوية اريدك تحب اللغة الانجليزية تحبها can you tell me where the self access center opens هل ممكنك ان تخبرني اين اذا تلاحظ هنا can you tell me هاي نزلناها بالبداية الادات السؤال وين كتبتها مثل ما هي self access center نزلت opens متى يفتح مركز التعلم الذاتي قلت له اتيت اقروك في الساعة الثامنة طيب واخر تمرين عندنا اليوم هو يقول write a description of how to use a self access center اكتب وصف كيف تستخدم برنامج التعلم الذاتي write about computers 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 امريكي بريطاني نفس اللذق طبعا المصور مالكي يقول لي استاذ محمد انت على المصور مالكي يقول استاذ محمد على هاي وضعيتك انت يراد انه خمسمائة رسالة خمسمائة فيديو يلا نخلص المنهج يقول لي استاذ يعني خلينا نمشي خطية طلاق يحبكم حال حريص عليكم وانا اريد اطول المحاضرة هو يقول لي لا استاذ امشي بالماد وانا يا ناركيتم بتعاركي اخر شي راح تشوفونا هنا بيديو داريت بوكس هال طيب بوكس ان فيلمس استخدم اللغة التالية يعني استخدم ما يلي من اللغة قصده هذا اي بي صفحة 15 يقول استخدم there are you have to you mustn't تمام حبايبي خلونا نقرأ هذا النص ونشوف شون الجواب ما ارتب انا يعني حاولنا ان شاء الله انه نكتب هذا الكلام على شكل بارغراف باللغة الانجليزية وقدام الترجمة ونحاول نغطي هذا النص طبعا هذا مو الكل يريده بعض الاساتل يقول لك يلا مو مهم لكن احنا شاء الله نشرح كل شي من يترك اي شي حتى لو كانت المحاضرات الطويلة وعلى عناد المصور يقول the self access center is a place مركز التعلم التلقائي هو مكان where you can study by yourself حيث انك تستطيع ان تدرس لمفردك لوحدك there are computers توجد كمبيوترات كمبيوترات and programs and programs to help you learn languages حتى تساعدك على تعلم اللغة you can practice تقدر تتعلم أو تمارس اللغة من خلال القواعد listening كذلك اشياء تخص الاستماع and writing والكتابة there are magazines توجد مجلات you can read to improve your vocabulary وكذلك يوجد مجلات وصحف حتى تحسن المفردات مالتك there are also books وتحتوي ايضا على كتب كتب شبيهة are at 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 different levels بمستويات مختلفة to help you حتى تساعدك with your reading بالقراءة you have to ask يجب ان تسأل if you want to borrow to take home but you can read them watching films مشاهدة الافلام can help you with listening يساعدك على الاستماع and learning about different cultures cultures ثقافات كل اشو همه تعلم اللغة ومشاهدة الافلام والافلام قد يساعدك ايضا بالتعرف وتعلم على ثقافات مختلفة يعني تتعلم على ثقافات اخرى غير ثقافتنا غير بلدان طيب اخر شيء يقول you mustn't make noise or use phone loudly لا يجب عليك ان تسوي ضوضاء وان تستخدم التليفون بشكل مرتفع loudly because it is a quiet place لانه مكان هادئ you mustn't install anything on the computers ما يهم لا يجب عليك ابدا شوف هنا استخدمنا mustn't ايضا لان هو قال استخدم you mustn't or have to anything on the computers على الكمبيوتر remember تذكر to return anything you borrow حاول تذكر دائما شوف هذه الجملة بدأت بفعل فعل امر remember تذكر remember to return anything ان ترجع كل شيء you borrow استعاريتها انت and keep the sun to clean وحاول تخلي المركز ان يكون نظيف لان هذا مركز التعلم الذاتي رح يتعلمونه وياخذونه غيرك إلينا محاضراتنا انتهت طلابنا الأبطال أشوفكم بخير وألتقي بكم في محاضرات قادمة your favorite teacher محمد النوفل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة